في شأن التربوي أكد وزير التربية وزير التعليم العالية دكتور بدر العيسى أن البرنامج المتكامل لتطوير التعليم هو الإطار المرجعي الذي تستند إليه الوزارة في النهوض بالعملية التربوية بطريقة تضمن للأبناء تلقي المعلومة بيسر وفق أحدث تقنيات التعليم وأكد الدكتور بدر العيسى في مؤتمر صحفي عقد اليوم لعرض مكونات البرنامج تحت شعار وانطلقنا كددعم القيادة السياسية ماديا ومعنويا للعملية التربوية والتعليمية ورصد الميزانيات اللازمة لذلك وانطلقنا كلمة لم تكن فقط شعارا للمؤتمر الصحفي الذي أقامته وزارة التربية بل كان بالفعال انطلاقة حقيقية وقوية لمشروع البرنامج المتكامل لتطوير التعليم الذي وضعته وزارة التربية كإطار مرجعي تستند إليه في النهوض بالعملية التربوية وذلك بالتعاون مع البنك الدولي هذا المؤتمر عقدناه في الوزارة لتوضيح للناس ولهالأمور وسائل الإعلام عن اتفاقياتنا مع البنك الدولي ومهدور البنك الدولي ودور وزارة التربية في تطوير العملية التربوية والتعليمية وطبعا مثل ما بينا أن هذا انطلاقة ورح تكون هناك أيضا في مؤتمرات أخرى مؤتمرات الصحفية أخرى للتوضيح للناس ماذا فعلنا وماذا حققنا في فترة معينة البرنامج الذي أطلقته وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم بدءا من عام 2015 سيستمر حتى عام 2019 متناولا العديد من المحاور الرئيسية في المنظومة التعليمية أربع محاور رئيسية تطوير المناهج رفع كفاءة المعلم تعزيز دور الإدارة المدرسية وعملية تقييم مخرجات النظام التعليمي حسب معايير عالمية وبالنسبة لنا وطنية تنطبق على جميع المحاور السابقة العديد من الأهداف المرجوة ستتحقق من خلال تطبيق هذا البرنامج لتحقيق تعليم يتماشى مع تطلعات المحلية والدولية ومع الخطة الإنمائية لوزارة التربية الأهداف بالنهاية تطوير المنظومة التربية بشكل متكامل فنحن نتكلم عن العوامل الرئيسية التي تأثر على جودة مخرجات النظام التعليمي سواء كانت من منهج أو من معلم أو من بيع تعليمية ترعى هذا العملية إذن كان فحو هذا المؤتمر الصحفي الحديث عن البرنامج المتكامل لتطوير التعليم تحت شعار وانطلقنا لتنطلق معه مشاريع عدة ستكون بمثابة خريطة طريق للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مخرجات التعليم من وزارة التربية ديما دحدال تلفزيون دولة الكويت